بس كابتان عمر برضو في صعوبة ما وجهناها مع منتخب مصر السنوات الأخيرة أنا معايك إنه مثلا جيل 2006 حتى اللي هو 6 و 18 محليين عندنا أكتر بكتير من المحترفين وكنا بنتفوق التفوق الكبير ده بس أنا حاس إن مسافة بعدت ما بين مستوى اللعب المصري المحلي ومستوى اللعب الأفريقي اللي بيلعب في أوروبا بعدت أوي ما بقيتش قريبة زي الأول فكنا بنتفوق عليها بشوية تفاصيل تانية بعدت يعني أنا معاي إنه مثلا إحنا متفوقين هنا جدت داخل القرار الأفريقية طبع زي ما حالك قلت الأندية والمنتخبات لكن لما منين نلعب بقى مع العباء هي الأفضل في أوروبا أفريقية يبدأ أفضل في أوروبا بنحس بالفرق يعني هم السببين السبب الأولاني يخص الأفرق نفسهم بدأوا ينتبهوا لقصة اللاعب إنه لازم يحترف في أوروبا وهو في سن صغير 14-15 سنة بيروح يعني هقول إيه جملة كده بيروح مثلا ريال مدريد أو برشلونة الأكاديميات والناشئين وكلام ده كله بيصنفروا الولد تعليم صحة تعليم طرق لعب تحركات كل الكلام ده ناقص اللاعب الإفريقي اللي هو من القرى السمراء فده جزء الجزء التاني وده مهم جدا هي كرة القدم كل فترة بتجيلك أجيال مختلفة وانت وحظة يعني جيل لخذ تلت بطولات مع كابتن حسن شحاتة جيل جيل في وقت لعيبة كاملة متكاملة أو التيم كامل متكامل جيل بعده جيل محمد صلاح اعتماد بشكل جدير جدا على محمد صلاح ويمكن ترزيجي شوية وهكذا يعني فانا من وجهة نظري هي أجيال مع تقدم الكرة الإفريقية فبقيت المنافسة شديدة جدا بقى صعب جدا زمان كنا بنكسب الأفرقى دول خمسة وستة هناك في ملعبهم يعني حتى لو أمم الترفيين امكانيات جيل